بسؤال الأول يقول كفارة اليمين كيف يمكن أن نعرفها ونبسطها للمشاهد كفارة اليمين هي تكفير عن اليمين الحالثة اليمين التي لا يعني يقوم الحالث بأداء ما حلف عليه الحنث في اليمين فكفارته يطعام عشر مساكين من أوسط ما تطعيمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فالكفارة أولا عندما يحلف الإنسان أنه سيفعل ثم لا يفعل أو سيقول ثم لا يقول وليست الحلف على الشيء الماضي أنه حصل أو لم يحصل خصوصا إذا كان فيه كذب وهذه اليمين الكاذبة التي يكتطع بها حق المسلم تسمى اليمين الغموس وهذه لا كفارة لها هذه إثمها يوم القيامة أو عقوبتها يوم القيامة لكن الكلام في اليمين التي يظن الإنسان أنه سيحققها ثم يعجز عن تحقيقها أو يرى المصلحة في غير تحقيقها إذا حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال يعني حلف أنه لا يدخل بيت أخيه فلان أو بيت صديقه يعني في حال غضب في حال مشهدة في حال نزاع ثم يعني رجع إلى نفسه ورجع إليه عقله ووجد أن هذا يعني قطعة رحم أو يعني خلاف ما ينبغي بين المسلمين فعرف أن الخير هو أن يترك اليمين هنا يكفر كفارة اليمين كفارة اليمين هي على نوعين أولا في ثلاثة أشياء هذه مخير بينها وهي طعام عشرة مساكين أو كسوتهم من أصوات ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة هو مخير في الثلاثة الأشياء هذه يأما أن يطعم العشرة المساكين يعطيك كل مسكين مد من الطعام فهذا هذه كفارتها يعني عليه عشر أمداد من الطعام يعطيها لعشر مساكين يعطيها لعشر مساكين فهذه كفارتهم بالطعام يعني بعض الناس يعني يخرج طعام عشر مساكين لكنه يعطيها مثلا الأسرة فيها خمسة أو فيها سبعة أو فيها كذا ما يجوز لابد أن يصل هذا الطعام إلى عشرة مساكين هذا واحد نعم لابد الأمر الثاني إذا ما يعني يعني يرى أنه الأفضل الكسوة كسوة نعم يجوز له التخيير أن يكسو عشر مساكين يعطيهم ما يسترهم ويعني تجوز فيه الصلاة نعم يعني ثوب مثل قمصان هذه نعم أو بدلة أو على طريقة ما في اليمن آآ سباعية ومعوة يعني وفا شميز ومعواز أو شميز وكذا نعم المهم شيء يكسو يستطيع أن يخرج به إلى الناس ويستطيع أن يؤدي فيه الصلاة الله فيكسو عشر مساكين نعم أو تحرير تحرير الرقمة تحرير الرقمة اليوم آآ غير متاح قد حررت الرقاب يعني بشكل كامل تقريبا ليس في المتناول الحالف نعم أنه يحصل رقبة ويعتقها يعتقها فغير موجودة بعض الناس يستعجل فينتقل إلى الشيء الآخر الصيام هو لمن لم يجد فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام نعم فالصيام لا يكون من الأول مرة وهذا مفهوم يعني خطأ لكن يسائد عند كثير من الناس فبعض الناس يا شيخنا حتى لو قاطعتكم آآ يقول أنا بحلف وبصم ثلاثة أيام لا هذا كلام غير صحيح نعم ليس الصيام لا يجوز إلا إذا عجز الإنسان عن الثلاثة الأشياء ما عنده شيء يطعم أو يكسيهم ما عنده شيء يكسو العسك كما قلنا أيضا مش متأسر نعم في هذا الحال ينتقل إلى إلى الصيام أما من الأول مرة لا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر